اهلا بكم في اول حلقة من حلقات السرعة في الاداة في السلسلة دي هنعمل كتلة او نموذج باستخدام اداة واحدة من ادوات ريفت بشكل اساسي يعني عشان نفهمهم كلهم مع بعض لو عايز تدعمني كصانع محتوى اشترك على القناة وشارك الاسم بتاعنا واللينك مع المهتمين بنفس المحتوى النهاردة هنعمل نموذج لزوسر او سقارة والاداة اللي هنستخدمها هي السويب عشان نروح لاداة السويب في ريفت بعد ما نفتح الواجهة بنروح على الاركتكتشر تاب وندوس على السهم اللي تحت كومبوننت وندوس موديل ام بلايس ننزل تحت شوية نلاقي جينيريك موديلز ندوس عليها وندوس اوكي خلينا نسميه سوسر بعد ما ندوس اوكي احنا دلوقتي قدامنا ادوات الموديل ام بلايس عشان نفهم فرق مهم ما بين السويب والريفولف مثلا السويب زي ما احنا شايفين هي عبارة عن مصار معين بتعمله بروفايل والبروفايل ده بيمشي معاه عشان يكون في الاخر شكل سلاسي الابعاد اما الريفولف هو خط او اكسس في منتصف بروفايل انت عايز تخليه يلف عليه تمام اللي هنقدر نستخدمه او هنحتاج نستخدمه عشان نعمل زوسر باسرع طريقة هو اللي سويب النهاردة بعد ما ندوس على سويب نقدر نعمل بيك باث او سكيتش باث عشان نعمل المصار اللي هيمشي عليه البروفايل بتاعنا لكن انا عايز اعمل من كرييت ريفرنس لاين الاول وخلينا نعمل ريفرنس لاين ده في النوس خمسة وثلاثين متر مثلا دي قاعدة المدرج بتاعنا بخمسة وثلاثين متر ونوصل المربع ببعضه بعد ما نعمل الريفرنس لاينز دي هنروح على موديفاي سويب تاني وندوس بيك باث ونختار المصارات وهو الواحده عمل نقطة البروفايل بتاعنا هندوس فينش ودلوقتي بيقولك اختار بروفايل لو بتعمل كورنيشيا او بتعمل حاجة زي كده في انتيريور بتقدر تختارها على طول او تعمل لها لود من هنا لكن انا هعمل ادت بروفايل عشان نعمل البروفايل بتاع سقارة هنختار اي إليفاشا ما فيش مشكلة وهيظهر قدامنا هنا الريفرنس لاينز على الارض والنقطة دي اللي فيها البروفايل بيتعمل انا دلوقتي ممكن مثلا لو عايزين نعمل هارم بنعمله كده بنيجي هنا في الخط ده ونشوف السنتر لاين الميت بوينت دي لو مش باين عندك الميت بوينت بتروح على منيج سنابس وتأكد ان الميت بوينت عليها تشيك مارك ندوس اوكي ونيجي عند الميت بوينت دي ونرفعها ونعمل البروفايل بكل بساطة كده خليه وبعد كده ندوس فينش فينش هيبقى معانا هارم لكن انا مش عايز هارم انا عايز اعمل البروفايل لسقارة هنشير الخطوط دي ممكن نسيب الخط اللي في الوسط ده عشان هو جاي بالسنتر لاين بالزبط سنتر لاين ده بنجيبه علشان نقفل الفورم من النص مايبقاش فيه فتحة تمام انا دلوقتي عايز احط صورة لخطوط سقارة هدوس هخش على انسرت في التاب ندوس على امبورت ايميج دوس كلوز هيدخلني هنزل الصورة دي في الديسكريبشن تحت لو حد عايز يستخدمها يعني وادوس اوبن بعد ما دخل الصورة خلينا عارفين حاجة مهمة نحاول تستخدم الكيبورد بالاسوم عشان توصل الصورة لمكانها عند النقطة الحملة دي نخلي اول خط وعايزين نوصل الخط ده عند اخر الخط بتاع الريفرنس بتاعنا فهنشد كده عشان نزود الاسكيل ممكن نصغره شوية كده تمام كده المنتصف ماشي مع الخط بتاعنا نرجع للاسويب ونضيف لاين في النص هنا كده ونقدر دلوقتي نمشي ورا خطوط الصورة بتاعنا بعد ما نخلص ندوس تي ار عشان نتأكد ان كل الخطوط متوصلة ببعضها ندوس على خط خط في الزوايا لو كله تمام ندوس فنش فنش تاني وهو عمل الفورم على طول اتمنى تكونوا استفدتم ما تنسوش تقول لنا اراءكم واختراحاتكم للسلسلة دي شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر